في المقابل قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال إنه لا يعتقد بأن تخفضات أوبك بلاس منطقية في هذا التوقيت نظرا لعدم اليقين في السوق وأضاف كيربي أن إدارة بايدن تركز على خفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين كما شدد على أن إدارة بايدن ستواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان أن تدهم سوق النفط النمو الاقتصادي وانخفاض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين معنا من واشنطن الدكتور أميد شكري المحلل المختص في أمن وسياسات الطاقة دكتور أميد هذه الخطوة من قبل أوبك بلاس والتي قالت من أنها من أجل إحداث استقرار في السوق يبدو أنها واشنطن لا تتقاسم معها هذه النظرة لماذا؟ في الواقع هو أن إدارة بايدن لم يعد لديها خيارات كثيرة لبدل وضع ضغوط على أوبك بلاس لإنتاج مزيد من الكميات وبحلولة سبتمبر 2021-2022 الأعضاء لوبيك بلاس قرروا إنتاج المزيد من النفط حق التوازن في الأسواق ولخفض أسعار النفط في العالم وبتالي السعودية وروسيا الآن يعارضون ذلك أنا ذاك عفوا ولم يعد لبايدن خيارات كثيرة فهناك انتخابات قادمة بعد سنة وكمان اقتصاد الأمريكي يواجه أكبر معدلات تضخم مالي منذ عقود وأن إدارة الديمقراطية تريد أن تفوز الانتخابات القادمة وبتالي تحاول الانتاج المزيد من النفط وبتالي لا بد من قول أن الولايات المتحدة تريد أن تشتعل مزيد من النفط من الشركات النفط أو لإنتاج أكثر من استراتيجيها المغزوني الخزيني الاستراتيجي ومواجهة ما تقوم به الأوبيك بلاس وبتالي لم يعد لدائرة بايدن خيارات كثيرة وبعد قرار اليوم لأوبيك بلاس بدعم من السعودية والإمارات وعمان والكويت والعراق فإن هذا يعني إسعار النفط ربما سترتفع الأشهر القادمة وأن ذاك تأتي فصل الصيف وفي الصيف الولايات المتحدة سيزداد الطلب لديها على النفط وهذا يعني إسعار النفط ستستعد أكثر وأكثر وهذا يؤثر على الأمن الطاقة في إبلاية المتحدة وعلى اقتصاد الأمريكي أيضاً لكن إدارة بايدن حثت المنتجين على ضخ مزيد من النفط في الأسواق هذه الخطوة كيف ستنعكس على السوق الأمريكي وكيف ستواجه هذه الخطوة من قبل أوبيك بلاس؟ نعم كما قلت في السنة الماضية شهدنا أعلى معدلات التضخم مالي ولم تستطع إدارة خفض هذا التضخم أو أسعار المنزين في المحطات لكن بعد قرار اليوم نشهد أن نرتفع أسعار النفط سترتفع وهذا سيئة على الاقتصاد الأمريكي في الأشهر القادمة وأن إدارة بايدن ربما وثم تكون ضغوطة ربما نصين أو الهند لضخ المزيد من النفط في الأسواق ولكن في السنتين الماضيتين أوبيك بلاس أثبتت بأنها تتبع تتبع آراء والأمن الوطني المصالح الوطنية لدول الأعضاء وليس لغيرها وليس الهند أو باكس أو الولايات المتحدة أو الصين إذن المصالح هم في السوق شكرا لك من واشنطن الدكتور أميد شكرا للمحلل المختص في أمن وسياسات الطاقة كنت معنا من واشنطن شكرا للمشاهدة